في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشهد محافظة صهاج إنشاء 30 مجمعا خدميا بقرى المبادرة دن مرحلتها الأولى بالمحافظة كما تم تدريب كوادر للعمل بمنافذ تم تخصيصها بهذه المجمعات لتسير على المواطنين بالإضافة لتفعيل مبادرة تركيب وصلات الغاز الطبيعي بالمخابس بهذه الكرة وإحلالها بدلا من السولار كطاقة نظيفة وأكثر توفيرا نحن بدأنا إن شاء الله في مبادرة حياة كريمة دي دخل فيها محافظة صهاج بسبع مراكز فيهم 181 قرية 189 قرية دول فيهم 30 واحدة محلية في كل واحدة محلية هيتعامل مجمع للخدمات هيبقى فيه خدمات الحكومية سواء تموين أو تضامن أو بريد أو خلافه الجزء الخاص بالتموين إن شاء الله إحنا مجهزين له 2 من الخدمة العامة بالإضافة لموظف من التموين هيديروا المكان ده مدربينهم إزاي يستخدموا السيستم بتاع البطاقات إزاي يقدوا الخدمات التموينية في المركز ده على أعلى مستوى اشتركوا في القناة